من خلال جولتنا والسياحة في المعالم المهمة اللي كنا بنتجول فيها من دير السيدة العزراء لدير درونكا في أسيوت طبعا لازم أكلم هالة وأقولها يا هالة يعني أكيد أنت في كمة ساعتك النهاردة البلد اللي أمك كانت عايشة فيها ودرست فيها أسيوت زائد أن طبعا الأديرة والأماكن المقدسة دي والروحانيات دي أكيد ما أصر فيك جامد جدا وأكيد أنت سعيدة النهاردة بالجولة دي أولا للأسف الشديد بالرغم أنه مصرية لكن أول مرة أجي أتواجد في مكان مشهور ومعروف عالميا ودينيا وبقول أنه هي عيبة علينا طبعا عيبة علينا بس إحنا أول ما جات لنا الفرصة لكن حقيقة ساعت المحافظ يعني قمة الزكاء أنه هو أما يعني يطلب من الفنانين الدعوة أن هما ييجوا أن هما يتواجدوا مع الجمهور في أسيوت وأن إحنا نتعرف على الأماكن الدينية المهمة اللي موجودة في أسيوت فطبعا أنا سعيدنا طبعا كلنا بالدعوة الكريمة دي لكن أنا بقول يا بوسي أنه إحنا القدس اللي عليها المعارك دي كلها هي كيلو متر في كيلو متر وطبعا أنا أوكي محترامي لليهود أنه هما متخيلين أنه حقة المبكعة هناك عند الأقصى يعني بصرف النظر مش عايزة أدخل نحن الله وأنا أعلم إيه لكن اللي أنا عايزة أقوله أنه هما متمسكين كمان بالقدس من ناحية الاقتصادية لأن ده بيدر عليهم أموال طائلة لأن مسحين كتيرة بيروحوا يقدسوا هناك فطبعا القتلات بتبقى محجوزة قبلها بسنة فهما طبعا كمان أسكية فطبعا مكان مقدس تخيالي بقى إحنا عندنا طبعا المكان هناك مهم ومقدس لكن لا يقل أهمية كمان عن وجود المسيح والستة العدرة في مليون منطقة هنا في مصر فالحقيقة إحنا يمكن مش يعني مش مقدرين حجم السروة اللي عندنا ويمكن أنا رحت بلاد كتير في أوروبا ولقي عندهم حاجات يعني ولا ربع اللي عاملين هيسة والناس بتوابير ووقفين وعملة صعبة يعني هنقول مثلا سيبت كمان من أوروبا واللي عاملينه يعني برضو في لبنان اللبنان تمثال العدرة فوق كده في الجبل والتليفريك العالم كله بيروح بيدفع فلوس ويدفع في التليفريك المطعم اللي فوق تدفعي عملة صعبة عشان تطلعي تشوفي تزوري العدرة وتشوفي المنظر وشوفي المنظر عندنا يعني ليه لم يستغلن غاية دلوقتي السياحة الدينية ده المكان ده ده زهرت عليه العدرة زهرت زهرت عليه العدرة أكتر من مرة يعني في مكان ده مكان مقدر ده لا يقدر بتمن لا يقدر تاريخيا ومعنويا ودينيا وكل لا يقدر بتمن فازاي احنا مش مستغلين ده لكن احنا طبعا مهمة قوي إن وزارة السياحة إن شاء الله تشدح لها وأنا متفألة بالوزيرة سيادة الوزيرة الجديدة أعتقد إنه حيبقى لها وزارة السياحة ووزير القصار ووزير النقل طبعا الطيران وطبعا القتلات وطبعا وزارة القصار بقى الفلوش وهلة النظافة ووزارة الرأي ووزارة الرأي تيجي تنظف الترعي اللي موجودة وتنقيها علشان يبقى فيه منظر حلو المحافظة مش تقدر تعمل كل حاجة وخصوصا الإمكانيات ضعيفة وخصوصا إنه ما فيش دخل للمحافظة بشكل كافي وكمان رجال الأعمال رجال الأعمال المستثمرين هنا في أسيوت اللي عندهم مشاريع ورجال الأعمال اللي في مصر لو جيتوا عملتوا هنا قتلات وعملتوا مشاريع وشركات السياحة بدأت تشتغل إنها تجيب شرطر وتنشط السياحة الدينية أعتقد هيبقى يعني كمان والحكومة هتتشجع ولو يتفتح الطريق على البحر الأحمر لأن هنا فيه كمان أثار هنا فيه معابد من الأسرة الأولى ففيه أثار كتيرة قوي موجودة مهمة كمان في أسيوت والمينيا وكل الخط ده فلو يتفتح على طريق البحر الأحمر زي ما كان متخطط له من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ده أكيد هيدخل سيحتكاليفه كتيرة بس البلاد دي كلها هتبقى مستعيد مصر هتبقى العروسة المصر الحقيقة لأنه فيها السياحة وفيه يعني فيه بحر وفيه يعني فيه حاجات كتيرة ممكن والسياحة دينية فالأسيوت دي أسيوت دي أنا شايفة كنز الغاية دلوقتي بحدش اكتشفوا يا جماعة ممكن كمان التصوير الأفلام بدل ما بيروح لأسوان فيه أماكن هنا كتير حلوة ممكن تتصور يعني أنا يعني فيلم الجزيرة تصور في أسوان مع إن المناظر اللي تصورت في لأسوان مع إنها هو فيلم الجزيرة طلع من هنا آه بس خلي بالك كمان إنه عدم موجود مطار كان هنا كان برضو مقلل يعني سفر كان صعب آه ففيه مطار يتعمل من سنة ألفين والجدد الأيام اللي فات دي من سنتين تقريبا آه فبقى مطار مشرف وبيستقبل طيارات كبيرة وكده آه بالإضافة إلى إن الطريق تمهي دي الحقيقة يعني أنت الطريق من المعادي الطريق حلوي جدا 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 كمان بري يعني أنت من أسيوت لي هنا ممكن تخذيها في ثلاث ساعة ونص زي من القاهرة المرسى ما تروح طب إحنا ليه مش بنعمل ده فإن شاء الله الناس تتشجعوا واحدة واحدة وإن شاء الله يجوا ونوروا إن شاء الله وعايزين أن أنت كمان تتشجعي وتعملي عمل هنا تصوريه سواء دراما أو سينما في أسيوت إن شاء الله بتبقاش أول مرة وآخر مرة عايزكي كل ما تشوفي حد تحكيله عن أسيوت وتجيبيه ضروري ضروري إن شاء الله ولازم تجيبي مريم وسامو إن شاء الله بإذن الله شكرا مازلنا معكم في أسيوت مازلنا معكم في جولة سياحية مازلنا مع السياحة الدينية وأهم المعالم في أسيوت تابعونا وحصريا على المحوم